سنرى مقطع قصير مع بعض ام تبكى وولدها يحاول انه يهديها تعالوا مع بعض نسمع الحوار ونترجم حبة حبة ونحاول ان نعرف كيف نستفيد منها رابع عليكم تحت 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 شوفني هنا تحت رابع عليكم ايوه 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 اسمع اعطاء ورصام نترك هذا القرار اتنظر صلاة حبيب قلبي درس اليوم ستحبه أعلمك كيف نطلع الفوائد من الأفلام وكيف نتعلم منها وكيف نقلدهم بدون قوائد ولا دروس ولا شيء وثم نعلم طريقة القوائد والأمور الطيبة قال هذا يعني أنك تشعر الآن طبعا عنده خط قوائد طبيعي ولد عمره ثلاثة أربع سنين هذا يعني أنك تشعر الآن السؤال لك أنا أقدر أخذ الجملة هذه وأقولها كما قالها أقدر أقول للناس that means that means إضافة S فقط عنده خط قوائدي وطبيعي من الأطفال أقدر أقول that means you're crying right now لاحظ قالي you are crying right now هذا يسمى مضارع مستمر أنا كيف عرفت لأني مدرس فلازم أعرف هذه الأمور فأعرف أشرحها للناس لكن ممكن أنت تتعلم زي ما أنا تعلمت وأنا صغير أطبق نفس كلامه أقول له you are crying right now أنت قاعد تبكي الآن وأنا مستقبل أني ممكن أعرف أنها مستمر وممكن ما أعرف ما تهمني أني عرف أنها مضارع مستمر أم مضارع بسيط أقدر بكل بساطة أعرف أن جملة that means you are crying right now ومعناها أنت قاعد تبكي الآن كيف أعرف أترجمها في نفس القاموس كلام الأم جميل قالت إذا لو أنا جالسة أبكي أقدر أخذ الجملة هذه وأقولها كما سمعتها so if I'm crying طيب لو أنا قاعد أبكي يعني كيف أترجمها في نفس القاموس اللي عرضنا أول حلوين لو ما كنت ما أنت قاعد تسمع الجملة وتستخرجها معناها سماعك ضعيف كيف تحسن السماع بالتكرار تقعد تسمع واحد واثنين إلى مليون مرة ممكن إلا أن تحسن السماع من غير ما تهتم للمعنى بالتالي تصير توصل لمرحلة يمديك تستخرج السماع أو الجملة التي تسمحها طيب كملت وقالت so if I'm crying what that got to do with anything يعني واش تخل ذا في الموضوع الجملة عدوة كرر كيف ترجمها في القاموس اللي عرضنا طبعا جملتها فيها خطأ قوائدي بسيط لأنها قاعد تتكلم سلانك حلو هذا نوع منواع الإنجليزي منفروف تقول what does that got to do with anything واش تخل ذا في الموضوع الجملة دي أقدر أخذها واستفيد منها في حياتي لو جاء شخص ملقوف جاي يكلمني في حياتي في أمور شخصية فيني أنا أقدر أقول له what does that got to do with anything واش تخل ذا في الموضوع إحنا نحين دوام قاعدين نتكلم في الدوام جاي تتغزل إنت جاي يقول لي مثلا oh I'm very nice boy هذا الكلام للحريم جاءك شخص يقول لك I'm one of the kind أنا مرة فريد من نوعي أنا اللي لا في زي أحد أنا أحسن واحد في الشباب أقدر ترى أقول له بكل بساطة what does that got to do with anything لازم أتدرب عليها وعرف أقولها بطلاقة وبسرعة عشان أقولها في أرض الواقع وهكذا نستفيد منهم وثم نمارس في أرض ال that means you stand up for yourself ثم الحبيب الولد قال كلام أنا أتمنى أتمنى أنجب بنت بفصاحته مستقبل يدعو لي أتزول الولد قال كلام that means that mean ما أضاق الـ أعدو أكرر أخطاء عند الولد ما كمهي مشكلة قال that means كلامه عجيب قال that means you didn't stand up for yourself you didn't you didn't didn't هي didn't شرحتها أول كيف ننطق didn't ننطقها didn d-i-n قال that means هذا يعني هي قالت له وش تأخرت الموضوع في ذاك قال لها that means you didn't stand up for yourself يعني وش معنى stand up for yourself هذا فريز نقدر نترجبه في نفس القموس هذا حبيبي didn't stand up or stand up for yourself معناها تدافع عن نفسك قال هذا معناها أنت لم تدافع عن نفسك طب أنا كيف عرفت أنها تدافعي في الماضي هنا السؤال كيف تنها ماضي بكل بساطة عشان فيها didn't دائما didn't للماضي تخلي اللي بعدها ماضي ولا نكتبه ماضي نكتبه حاضر لش أعرف ذا المعلومات لأني أعدو كرر مدرس مختص في المجال هذا بالتالي أقدر أبحر فيه بكيفي أنت كمشاهد ممكن تأخذ نفس الجملة وتستخدمها وتعرف أنها من الحدث من الريأكشن حقه ومن الأكشن أعرف أن الجملة هذه استخدمت للماضي فقال you didn't stand up for yourself لو نضكتها نفس نطق الولد أنا أعرف كذا أن هذه الجملة ماضية أيضا زائد أضيف الأكسنت اللي هي اللهجة في لساني وأقول you didn't stand up for yourself أنت لم تدافع عن نفسك أو للأنثى أنت لم تدافعي عن نفسك أقدر أخذها وأستفيد فيها في مجال آخر أقول you have to stand up for yourself يجب عليك أو يجب عليك أن تدافع أو أن تدافع عن نفسك أو نفسك طريقة هذه لو سويتها مرارا تكرارا تسمى الجمل وأهم شيء تحفظ الأكشن يعني متى قالها وكيف قالوها وأيضا تضيف شوية بهارات من أسلوبك أنت راح تستطيع أن تقلدهم 100% بيبي 100% من غير أي شك من غير أي سؤال من غير أي تردد تحتاج أنك تعرف فن التقليد التقليد أن أشوف كيف وأنا أضبطها زي ما هي أقولها كما قالوها أيضا أضيف شوية بهارات من عندي عشان ما أصير مقلد 100% الناس ما يعرفوا أنا من فين جبت الأمور هذه فالمقطع طويل لكن أنا بس بشرح لكم الطريقة كيف ولا ما راح نخلص بنقعد all night long طول الليل وحنا نشرح فيها أتمنى توفقت في يعني أوريكم نبذة عن طريقة اللي تعلمت فيها اللغة الإنجليزية بالطريقة هذه فيها تعب فيها شغل راح تتعب التومنشن ناهيك أنك راح تستطيع أنك تستكشف أمور كثيرة قواعديا لاحظ الحين سؤالي لكم كلكم هل الولد هذا اللي بعمر أربع ثلاثة سنين درس قواعد من وين جاب الإنجليز اللي عنده وهو بقواعد ما عنده إلا أخطاء بسيطة بسيطة جدا حرف الإس فقط من وين جاب يعرف يتكلم في مضارع مستمر ونعرف أن مضارع مستمر نستخدمه لو كان الحدث الآن وجاري وما زال جاري فأتكلم عنه مجارة جارك يور نيبر نو أقصد جاري جاري يعني الآن الحدث مستمر ومواصل يعني في نفس المكان اللي أنت قاعد تتكلم فيه من فين جاب القواعد ها كيف استمع بالاستماع دائما أجيب القواعد كما هي زي ما إحنا نسمع من والدينا وإحنا صغار العربي ونتكلم زيهم بالقواعد نعرف المذكر من المؤنف زائد الولد عرف الضمائر عارف يتكلم كيف كلامه مرة فنامل في أكبر أغلب المتعلمين اللغة الإنجليزية يعرفون حاجة اسمها كلمات وجمل لكن لا يفعلون الفريز الفريز هي المصطلحات زي ما الولد قال stand up for yourself من وين جاب المصطلح هذا قرأوا درسوا لا في المترسة بيعلموا ABCD من وين جابها أكيد أمه في يوم من أيام أو أبوه قال للمصطلح هذا you have to stand up for yourself baby يجب عليك أن تدافع عن نفسك هلوين don't let nobody deceive you لا تخلي أحد يخدعك أنا الحين قلت don't let nobody سويت negative مرتين هذا خطأ لكن يعتبر slang وعادي فالأصح تكون don't let anyone deceive you هذا الصح عموما كلهما صح هذا يسمى academic هذا يسمى slang اللي هو الكلام الدارج بين الناس الولد جاب المصطلح تعلموا من أباه وأمه وثم نطبقوا في أرض الواقع فطبق من السؤال الآتي وتقول لي كيف تعلمت إنجليزي وأقول لك من أفلام وتقول لي عطنا أسام الأفلام ما لا داعي تعرف الأسام الأفلام الأفلام هنا وهناك كثير الأفلام أهم شيء ما أقول لك فيلم بنتكلم عن ساعة إلى ثلاث ساعات فيلم واحد وما لا يتفرج فيلم كله أنت على بالك تمام لا يا حبيبي امسك لي ثانية ثانية امسك لي دقيقة دقيقة وش قالوا فيها طلع الكلام اكتبه ابحث عنه اليوم تقدر تدور في نتفلكس وهذه مو دعاية ما دفعوا لي ولا ريال بالنتفلكس عندك تغير الترجمة تغير الترجمة من عربي إلى إنجليزي اللي هو الكلام اللي أكتب في الشاشة تغيره إلى إنجليزي فتسمحهم يتكلمون الكلام قدامك مكتوب بالتالي تبحث عن المعاني تبحث عن المصطلحات ركز المصطلحات يعني يجيك أكثر من كلمة معناها شيء ثاني غير المكتوب وغير المخك فلازم تسوي كده حبة حبة راح توصل لا تستطيع الترجمة للناس اللي يتعلمون من أفلام أو أغاني ما لك دخل ليش حط I ليش حط R ليش حط Is انت كده تعقدها لعمرك نفذ كما قالوا حتى لو أخطوا في بعض الأشياء يعني استخدموا سلانك أو إبانكس اللي هي أنواع اللغة الإنجليزية هلوين ما لك دخل طبقها نفسها لا تعقد الأمور على عمرك وتلقوا ليش؟ 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 قدامك مدرس قدامك ما في مدرس لا تقول ليش؟ خذ الكلام وقولوا والديك كانوا زمان وانت صغير كانوا يقولون لا تطلع برا ما عمرك قلت ليش؟ قالوا لا ما قالوا لم صح؟ تعلمت مع الأيام بنفسك ومن دون أي مدرسة من دون أي مدرس إن لا للحاضر ولم للماضي بنفسك ما حتقال لك شيء أنا هذا اللي سويته سهلت الأمور على نفسي عفواً طبقت كما هم يقولون في الأفلام عشت وتعايشت معهم في خيالي أنا عايش معاهم بل ألبس بدلة رسمية ما عندي ذي كلامة أخط منشفة على كتفي وأمثل معاهم وش رايك حبيب قلبي نرجع نشوف المقطع مرة ثانية هذا يعني أنك تشعر الآن حسناً إذا كنت أشعر ماذا يجب أن يفعل مع كل شيء؟ هذا يعني أنك تشعر لك تصل للمرحلة هذه تحتاج تسمع كثير من يحسن منك مني فضائي زيّي زيّك أنا إنسان زيّي زيّك مولود في الرياض بل في الجرادية لا في البديعة في البديعة القديمة وساكن وعايش فيها وما عمري طرعت خارج السعودية ما غيرها 2016 بدأت أسافر خارج قبل ما درست إنجليزي ما أروح عند أي معهد ولا أي مدرس درسني واللي يقول ذلك كلام غير صحيح يطلع يقول للناس أنا درست سامويل كذاب ما بي ليش؟ أني تعلمت الطريقة السهلة هذه ونفذتها أقبالكم كلكم وشكرا على 10 ألاف حفو مشترك شكرا لكم أقبال المليون كلنا نستفيد من بعض ألف 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 شكر هذا قلب كيف كذا 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 أهم شيء قلب أعلمكم كلنا من الضوء مني أحبكم كلكم من أعماق القلب